موسيقى النشاء المغاربية من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أورق اعتماد سفراء جدد حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية البيان أوضح أن الرئيسة بون استلم أورق اعتماد كل من يوكي جون بصفته سفيرا لجمهورية كوريا وستيفان روماتي بصفته سفيرا لجمهورية فرنسا وكاترين فروم هوير بصفتها سفيرة لمملكة دانيمارك ومحمد مجاهد كوتشوك يلماز بصفته سفيرا لجمهورية تركيا وحضر مراسم التسليم وزير الخارجية أحمد عطاف ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية نذير العرباوي أكد سفير فرنسا الجديد بالجزائر سيفان روماتي أن الجزائر وفرنسا تربطهما علاقات متميزة على حد تعبيره داعيا إلى تبني حوار تسوده الثقة بخصوص البيئة التي ينشط بها البلدان سيفان روماتي أكد عقب تسليم أوراق اعتماده للرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة وضع أجندة مشتركة والاستفادة من وجود الجزائر في مجلس الأمن الدولي لتكثيف الحوار بين البلدين بشأن كبرى المسائل السياسية استقبلت من قبل السيد الرئيس عبد المجيد تبون حيث قدمت له التصور العام الذي يحذو فرنسا حول علاقاتها مع الجزائر هي علاقات متميزة واستثنائية من حيث قوتها ما يجعل فرنسا والجزائر في علاقة وطيدة بحكم الجغرافيا والتاريخ وبحكم المستقبل الذي يفرض علينا العمل سويا كفرنسيين وجزائريين نعتمد كذلك على علاقة بينية أساسها التقارب لضبط أجندة مشتركة مع الاستفادة من تواجد الجزائر في مجلس الأمن بغرض تقوية الحوار حول أكبر القضايا السياسية وهو ما تطرقت إليه خلال لقاء بالسيد الرئيس الذي أبلغته رسالة خاصة من قبل الرئيس ماكرون بدورها أكدت سفيرة مملكة الدانيمارك الجديدة بالجزائر كاترين فوروم هوير أن الدانيمارك والجزائر تحدوهما إرادة مشتركة في تعزيز العلاقات التنائية في مختلف المجالات سفيرة مملكة الدانيمارك أوضحت عقب تسليمها لأوراق اعتمادها للرئيس سبون أن كوبنهاجن والجزائر تتطلعان لتعزيز علاقاتهما كأشفة عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الدانيماركي إلى الجزائر شهر أكتوبر المقبل الجزائر والدانيمارك لديهما علاقات ثنائية وطيدة مبنية على الاحترام المتبادل لدينا تعاون متين ومتنوع في مجلة الصحة التجارة والطاقة ولدينا رغبة مشتركة لتقوية علاقاتنا الثنائية والمرحلة الأولى ستكون بزيارة وزير شؤون الخارجية الدانيماركي في إطار اجتماع وزراء الشؤون الخارجية للدول الشمالية والدول الأفريقية شهر أكتوبر في الجزائر في شأن آخر قالت تمثيلية جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة إن البيان الذي ألقاه منذوب دولة الاحتلال المغربية لدى الهيئة الأممية أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قالت إنه صوت نشاز وإهانة لكل ما تمثله المنظمة يتزامن هذا مع دعم دول من إفريقيا وأمريكا اللاتينية حق الشعب الصحراوية في تقرير المصير خلال هذه الدورة الأمن والسلم الدوليين الهدف الأسمى لقيام الأمم المتحدة تسترشد في سبيل بلغهما بمواثيق وأحكام ناظمة تصون حقوق الشعوب استقلالا أمنا واستقرارا الغريب في الأمر صراخ القلة داخل أروقتها تخالف أساس المنظمة الدولية وتحاول الالتفاف على قراراتها ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة استغرب جرأة الالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير فتأتي حسبه أكاذيب الاحتلال المغربي في مقام الاستخفاف بذكاء الدول الأعضاء وإهانة ما تمثله المنظمة الدولية إن بيان دولة الاحتلال هو استخفاف بذكاء الدول الأعضاء لما تضمنه من أكاذيب صارخة وتزييف للحقائق بخصوص قضية الصحراء الغربية المسجلة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية منذ عام 1963 كقضية تصفية استعمار بعد البيانات المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال التي أدلت بها الدول الأعضاء تباعا منذ بداية دورة الجمعية العامة ثلاثاء الماضي جاء بيان دولة الاحتلال المغربي كصوت نشاز وإهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة ما خالف الحق وألبس باطلا سيبقى محل مقاومة الصحراويين وكفاحهم الذي يسترشد بالوسائل الشرعية حتى تمكين من تقرير المصير أما البوليساريو فتجدد تأكيد مهما تمادت دولة الاحتلال المغربي في لغة التصعيد والتعنت فإن الشعب الصحراوي المتشبت بحقوقه المشروعة والمعترف بها دوليا بقوة سيوصل بحزم كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة حتى ينال حريته واستقلاله غير القابلين للمساومة من إفريقيا وأمريكا اللاتينية تحاصر الاشرعية ويعترض سبيل الاحتلال المغربي نحو فرضها حيث جدد وزير العلاقات الخارجية الكوبي لنظيره الصحراوي على هامش اختتام الدورة الثامنة وسبعين للجمعية العامة تضامن بلاده القوي مع الجمهورية الصحراوية ودعمها لكفاح شعبها المشروع هذا واشهدت مجموعة جونيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بالرأي الصادر عن الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعصفي في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان الأممية الذي تطرق إلى قضية الناشطة الصحراوية سلطانخية وشقيقتها الوعراخية وفي بيان صادر عن مجموعة جونيف للمنظمات الحقوقية دعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية سيما من خلال إجبار قوة الاحتلال في الصحراء الغربية على التنفيذ الفوري لتوصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعصفي المجموعة نشدت الأمم المتحدة بمضاعفة جهودها ورصد انتهاكات حقوق الإنسان عن كثب في الصحراء الغربية في ليبيا رفعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقاريرها إلى النائب العام والمجلس الرئاسي بعد زيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت مناطق بشرق البلاد تضمنت دعوة إلى توحيد المؤسسات لتسريع جهود الإغاثة وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية من رحم مأساة درنا ترتفع أصوات الليبيين لتوحيد جهود الإغاثة بعدما حال الانقسام دون تكفل ناجع وسريع بألاف العائلات المنكوبة بعد نحو أسبوعين من حدوث الكارثة اللجنة الليبية لحقوق الإنسان توصي بتشكيل فريق موحد تحت إشراف المجلس الرئاسي لإدارة الأزمة الصحية والبيئية وجهود الإغاثة للسعادة الحياة الطبيعية بالمناطق المنكوبة توصي اللجنة المجلس الرئاسي بالإسراع في تشكيل لجنة أزمة وطوارئ أعليا برئاسته وعضوية كل القطاعات والجهات الخدمية والطبية والإغاثية والإنسانية الأخرى تتركز مهامها في إدارة الأزمة بما يكفل توحيد الجهود وضمان وصول المساعدات والمعونات الإنسانية لمستحقيها بناء على سلسلة زيارات ميدانية وقفت اللجنة الحقوقية على حجم الأضرار المسجلة في مدينة درنة وباقي المناطق المتضررة خاصة ما تعلق بالمرافق الصحية والتعليمية والممتلكات الخاصة رصدت التقارير حجم الأضرار في الملافق الصحية والطبية والخدمية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية والممتلكات الخاصة للمواطنين وأيضا تقييم للأوضاع الإنسانية للمتضررين والمناطق المتضررة وحجم وشكل الاحتياجات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة في سياق حالة الانقسام اشتكت اللجنة من القيود الأمنية المفروضة على دخول الخبراء الدوليين والمنظمات الليبية المعنية بالعمل الإنساني في المناطق المنكوبة تقارير اللجنة الليبية لحقوق الإنسان طالبت أيضا بإيجاد بدائل لمصادر مياه الشرب بالمناطق المتضررة بعد ورود أنباء عن تلوث جميع مصادر المياه الجوفية بالجراثيم نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي وتحلل الجثث بداخلها ختم النشرة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر